مساء الخير على كل عشاق ومشاهدي شاشة قناة النادي الاهلي اهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم الاسبوعي المجري النهاردة عندنا حلقة حنتكلم فيها شوية في الانترو معلش لو تسمحوننا يعني في عندي شوات مواضيع كده مترقمة فلازم يبقى فيها هي لغز فلازم نحلها نمرة واحد هتكلم عن الانتماء الانتماء اللي احنا كلنا عشناه مع منتخبنا القومي في بطولة الامة الافريقية في الكاميرون منتخب بتاعنا اللي قدم حاجة جميلة اوي 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 رغم كلنا قلنا في بداية المشوار لما اتغلب اول مباراة قلنا ايه لا مش هيكمل وهيطلع على طول فضل يكمل 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 لحد ما طلع وهنا النقطة اللي انا هتكلم عليها نقطة مهمة جدا احنا عشنا 2006 2008 2010 مع منتخب المعلم حسن الشحات انه هو منتخب مصر بس بفكر بالمنتخب مين اللي كان المدربين فيه انا بقول ده منتخب مصر ده في الاول وفي النهاية وما فيش حد يقدر يتكلم فيه شوفنا دي محمد صلاح لما اتكلم وعانى قال لك انا فيه لعيبة من اللاعبين استحالة تقولي الكلام اللي انا هقوله لان الراجل ده راجل محترف وعيش برا وحس واللعيبة كانت حسة ان فيه انتماء للاندية سواء للاهل للزمالك للإسماعيلي وكلنا كنا عايشينها على السوشيال ميديا بشان ننكره انما بعد ما محمد صلاح قالك يا جماعة احنا مفروض الشعب المصر كله هتكاتف حول منتخب مصر ودي احنا شوفنا كلنا بعد كل مورال منتخب يحققها الناس كانوا بتطلع فرحانة دي لان الكورة مصدر سعادة للناس بتطلع لجواك كله في اللي انت كاتمه ده في الفرحة فمنتخبنا عمل انجاز ما بعده انجاز والناس طلعت وفرحت في الشارع المباراة الأخيرة مع السنغال موفقناش فيها انها مديش معنى نقول ان السنغال اقوى مننا انا بقولكوا بقى كلعيب كورة السنغال مش اقوى مننا احنا لعبنا ثلاث مباريات فيها اكسر تايم نص ساعة يعني ساعة ونص زيادة عن السنغال وهم كنا مراحين قابلنا بيوم كمان وكل ده فازوا عليك بضربات الجزاء تلما دخلت ضربات الجزاء بيبقى القصة كلها 50-50 فانا بقول ان منتخبنا اللي عمله ده ده انجاز وانجاز كبير اي نعم احنا متعودين احنا بنفوز بالبطولات دي لكن احنا بقالنا فترة طويلة جدا بعيد عن الامم الافريقية وبنوصل بالعافية نعم عشان تكسب الفرق اللي هي مصنفها رقم واحد وانت رقم اتنين وتوصل دلوقتي حتى التحسين في الترتيب الدولي والافريقي نط حوالي 4-5 درجات فدي حاجة كويسة جدا فانا بقول لكم الماتشي اللي جاي او المباراة اللي جاية اللي هي بين مصر والسنغال بعضنا سؤالك اصداد الماتشي هنا لو مكسبنوش هنروح هناك بش هنكسب انا باختلف معاكو هو انا تحت مسمى المباراةين هي مباراة واحدة هفطايم هنا في القاهرة وهفطايم هناك وانا عشان اقول برضو اطمن جماهير مصر كلها المباراة التانية بتبقى اسهل لنا لان ما فيش ضغط عصب سواء من الجماهير او في الشارع او في الميديا او في الصحافة في كل حاجة فعشان كده انا عاوز الفترة اللي جاية نبقى لبقى على حتة الانتماء للأهل واللزمالك والإسماعيل والاتحاد وكل انديت مصر وكلها ونبقى وراء منتخبنا القومي نسيب كرويش راجل يفكر يختار مع الجهاز الفني اللي معي يختاروا اللعيبة الكويسة وقدمونا فيه لعيبة يا جماعة قدموهنا ولا كانت على البال وهدي مثل بسيط محمد عبد المنعم محمد عبد المنعم ده لعيبة عالمي عارفين على لعيبة عالمي أنا هيقولك تا بتصيطوا من الوقت بقولك لعيبة عالمي وهو اللي اكتشف مرموش من الدور الألماني وبيحاول الراجل بيعمل كل حاجة نسيبه بقى الفترة اللي جاية كده ونتكاتف كلنا ونعيش كلنا كده إن شاء الرحمن من أجل الحلم اللي احنا كلنا بنحلم به ان احنا عاوزين نروح كاس العالم بقال لكم هي مباراة واحدة هفتايم الأولاني هنا في مصر ولا هفتايم التاني في السنغال بقال لكم السنغال بش حسب مننا اه عنده لعيب محترفين كتير اوه على مستوى عالي احنا لما بنلعب في الظروف احنا عاوزينها الظروف بتاعتنا احنا انا بقولك ان شاء الرحمن او بقول لحضراتكم ان المنتخبنا القومي حيوصلنا كاس عالم او ما هيعملوا اللي عليه وبالباقي على ربنا النتيجة دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى انما انا بقول لكم السنغال بش حسب بدنا احنا فضلنا مع السنغال لحد اخر ثاني لحد ما وصلنا ضرابات جزاء والحظ بقى هنا بيلعب دوره لعيب ممكن يوفق ولعيب ممكن موفقش زي ما حصل معنا وطلعنا التاني طلعت التاني على مين على الجزائر اللي هو حامل اللقب وعلى الكاميرو اللي هو صاحب الملعب وكود دفوار اللي هي فرقة تكسر الدنيا وغيانا اللي طلعت وقال لكم فيه فرق كبيرة جدا طلعت يعني انا عايز اقول ان احنا منتخبنا بدأ دلوقتي الجهاز الفني مع كويش بدأ يعمل فكرة ان فيه عندنا بقى منتخب بقى عندنا لوقتي كيان والكيان ده لازم نبنى ليه حاجات كتير بقى هايز ما نوفقش في المباراة بتاعت السينار اللي قدر الله دي بيش عيب انما نبلوكم الجي لمنتخبنا القومي ده اللي هيبقى احسن واحسن ان شاء الله ده الجزئية اللي اولين اكتبت عز اتكلم فيها نبعد عن التعصب نبعد عن السوشيال ميديا نبعد عن الاهل والزمالك والاسماعيل والفدقة دي كلها نبص المنتخبنا القومي لازم ندي احاق للعبين ان كل اللعيبة اللي بتنافس عشان تخش منتخب مصر الفترة اللي جاية لازم نديهم احاق ان احنا كلنا عاوزين اي لعيب يكسب منتخب مصر ندي الجهاز الفني ان احنا وراك ما يهمكش اعمل عليك واحنا زي ما سمعنا ان وزيري الشباب والرياضة قالك ان فيه حوالي ستين الف متفرج حيبقوا موجودين في الموراة بتاعت السنغال ان شاء الله فانا بقول برضو الوقت الناس لازم تستحمل شوية لازم تصبر شوية لعيبة مصر معظمها ما فيش حد لعب قدام جمهور احنا كنا بنلعب قدام 120 و130 الف متفرج وتعودنا على كده ده فيه لعيب ما تعودتش فعاوزين نبقى يعني حنينين شوية على منتخبنا القومي وربنا وفاقهم ويسعدونا ويحاقون الحلم اللي احنا كلنا كمصريين بنحلم به ان احنا نروح كاسي العالم ان شاء الله في قطر